السلام عليكم هنتكلم في الفيديو النهاردة عن الاطفال اللي بتشد ودانها باستمرار هل شد الودن ده بيعتبر علامة من علامات الالتهاب الازن ولا ممكن يكون فيه حاجة تانية عشان ما وضوها شد الازن ده بيوتر موظم الامهات لانه هو بيبقى حاجة منتشرة اوه في السن الصغير عايزين نتكلم عن الاسباب بتاع شد الازن عند الاطفال تابعوا معنا الفيديو ده للاخر اولا بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو تشتركوا لنا في القناة ونفعل الجرس عشان توصلكوا للفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله وتنزلوا بصوا بصة في الوصفة تحت هتلاقوا الموقع الرابع بتاع الموقع الالكتروني التعليقات هندخل عليه وهنلاقي مواضيع كتير كويسة ممكن تفيدنا ولو احتاجنا اي حاجة ممكن نسيبها في التعليقات تحت وانا هحاول ارد عليك قدر الامكان يمكن من اكتر الاسباب اللي بتخلي الاطفال يشدوا في ودانهم في السن الصغير اللي هو السن دوت اللي هو عمره شهور ده بيكون التسنين عند الاطفال التسنين عند الاطفال الواجع بتاع التسنين ده بيسمع كده ناحية الازن شوية فالطفل بيبدأ يشد في ودانه كتير جدا في الفترة بتاعت التسنين يبقى اشهر علامة للعلامات بتاعة شد الازن التسنين بس التسنين برضو بيبقى مع حاجات تانية اللي هو الطفل بيكون مقاريف بزيادة فيه دفايان الحمام بتاعه سايب شوية عمالي عضعت بكتير دي حاجة من الحاجات اللي بتخلينا نقول ان الطفل ده بيسن وبيشد في الفترة داية في ودانه بنسبة كبيرة قوي بس داية بتبقى من العلامات العادية مش لازم يكون فيه عندنا مشكلة في الأزن في الفترة دي تاني حاجة برضو بتسبب الشد بتاع الأزن ان الطفل يكون عنده شامع كتير شامع كتير اللي في الودن ده بيبقى مقاريف الطفل كده عمال يبقى عايز يدخل حاجة صباحة وكده في ودنه وبيبقى مدايق شوية طبعا الشامع الكتير ده اول ما نعرف ان الشامع كتير تبدأ الأم بقى تقولك اه انا بقى ايه مش هينفع سيب ابني كده لازم انتضاف له الشامع تقوم جايبة السلاكة بتاعت الودان وتبدأ تسلك الودان من وعظم الأمهات بتحب الموضوع ده تقعد تنظف للطفل مناخيره تنظف للطفل لودانه فاضي بقى مش لقى ايه حاجة تعملها فتقعد تمسك الطفل وطول لا انا مش هسيب ابني كده انا همسك ابني ده هنضف وتقوم مسكة السلاكة بتاعت الودان وتبدأ تلعب في الودان بتاعت الطفل بحيث ان هي تسلك له الشامع الأم اللي بتعمل الكلام ده انصح انها توقف عن العادة دي بسرعة موضوع تنظيف الودان بالسلاكة بتاعت الودان دي حاجة خطر جدا اول حاجة نما باجي عاملها ببدأ بدخل اكتر الشامع ده في الودن وبسد ودن الطفل بزيادة تاني حاجة الطابلة بتاعت الودن قريبة جدا من الفتحة بتاعت الوزن فلما باجي ادخل السلاكة دي ممكن اعور الطابلة وتبع حاجة موزية جدا للطفل فيا ريت يا ريت القوم اللي تستخدم السلاكة بتاعت الودان دي تبعيدها خالص وما نستخدمهاش خالص واخيرنا قطنا مبلولة كده بننظف الوزن من بره بس يعني لو في شامع مثلا طالع ببره الوزن ولا حاجة بنبدأ ننظف الوزن من بره لكن ما بندخلش اي حاجة جوه خالص وعمل حسابك ان فارز الوزن فارز الشامع في في الاطفال بيبقى زايد شوية بيبقى فيه اطفال بيبقى فارز الشامع عندهم في الوزن زايد احنا كل اللي هنعمله احنا ننظف بس الشامع اللي طالع من بره ما تدخليش اي حاجة في ودن الطفل وما تلعبيش فيها خالص بها خالص هي تنظف لوحدها هي الودن بتدرد الشامع الزيادة لوحده دي حاجة برضو من الاسباب اللي بتخلي الطفل يقعد شد في ودنه باستمرار التهبات الوزن الخارجية يعني مثلا لو عنده حساسية في الوزن او فيه فطريات مثلا وراء الودان اللي هي الحاجات البيضة اللي بتبقى موجود كده عند التنية الجلد وراء الوزن او لو فيه برضو حشرة ارصاء نموسة مثلا او ناملة ارصيته او حاجة زي كده دي من الحاجات اللي بتخلي الطفل متضايق وعايز يهرش ناحية الودن وبيبدأ يشد فيها باستمرار فبرضو هبص على ودانه من برة واشوف والله فيه حمرار فيه التهبات فيه فطريات مثلا وراء الودن بعرف ان ده سبب الشد الودن عند الطفل فبالتالي في الحالة اللي زي ديت ببدأ ادي مثلا العلاجات اللي تساعد عن الموضوع ده واتي تحسن احنا قلنا الشامع الزيادة قلنا لو فيه التهب في الازن الخارجية من برة قلنا لو فيه التسنين برضو بيبقى من الحاجات اللي بتخلي موضوع الشد بتاع الازن ده هي تزيد ايه تاني ممكن يخلي الطفل يقعد يشد في ودانه لو هو عايز يهرش في شعره ومش عارف يعني شد الودن الودن دي قريبة للطفل فبيعرف يمسكها كويس لو عنده التهبات في فرقة الرأس او فطريات او حشرات او الحاجات دي دي من الحاجات اللي بتخلي الطفل عايز يهرش في رأسه بصوه مش عارف فيقعد يشد ناحية ودنه فيه اطول تشد في شعرها كده بالمرة يقعد يخبط على ودانه الحاجات دي برضو ما لهاش علاقة بالازن قوي هي بتبقى التهبات في فرقة الرأس او حشرات في الشعر او الخلام ده فدي برضو من الحاجات اللي بتخليني ادور عليها كده واشوف سبب الموضوع بتاع شد الازن دوت ايه وبعالجه فيه اطفال بتبقى تعودت برضو على شد الازن فيه اطفال كده عندها كيفة ما تيجي تنم بتقعد تلعب في ودانها شوية كده لحد ما تنم ففيه طفل بيبقى بيشد في ودانه لمجرد التعود هو ما عندوش مشكلة ما عندوش اي حاجة خالص بس هو الطفل ده التعود بتاعه بيخليه يقعد يشد في ودنه كده عشان يعرف ينام بتعمل حسابك برضو ان فيه اطفال ممكن يبقى الموضوع دوت عندهم عادة ان هو يقعد يشد في ودانه عادة فيه اطفال بتدائي برضو من الاصوات العالية يعني الاصوات العالية مش لازم يكون يعني صوت عالي جدا بس هو بالنسبة للطفل هو صوت صاخب شوية او صوت عالي شوية الاصفال اللي بتدائي من الاصوات العالية دي بتقعد شد في ودانها وتخبط على ودانها دي برضو بتبقى من الحاجات اللي ممكن الطفل يعملها بعيد عن التهابات الازن خالص ان هو الطفل يقعد يشد في ودانه نتيجة مسلا ان هو متدائي شوية من الاصوات العالية اخر حاجة او من الحاجات اللي بنبدأ بقى مفكر فيها في الاخر خالص اللي هي التهاب الازن يعني الطفل يكون عنده لتهاب في الأزن الوسطى مسلا جوه أو الأزن الداخلية أو كلام دو بيبدأ يكون من الحاجات اللي بتخليه يقعد يشد في ودانه بزيادة بسالتهاب الأزن ده من الحاجات المؤلمة يعني الطفل اللي قاب بيشد في ودانه كده وساكت ده طفل ما عندهش لتهاب في الأزن طفل اللي عمال بيشد في ودانه ويسرخ جامد وبيعايد جامد شوكي شوية في لتهاب الأزن خصوصا لو معاه حرارة عالية خصوصا لو معاه مثلا الانف عنده فيها عارات بردة او حاجة زي كده نسبة كبيرة اوي من الاطفال او 95% من الاطفال اللي بيجي لهم مدوار برد وكتمة في المناخير تسداد في الانف يعني بيكون نتيجة بعد كده انه بيحصل له التهاب في الوزن الوسط التهاب الوزن الوسط دوت من الحاجات المؤلمة جدا الكبير نفسه ما بيستحملهش بحاجة مزعجة اوي طفل بيبع حرارته عالية ممكن يصاحب ان هو الطفل يرجع او حاجة زي كده بس يعني بيشد في ودنه بقلم يعني هو بيشد في ودنه بواجع جامد الطفل اللي عمال يشد في ودنه من غير عياط غالبا ما بيبقاش قصة بتاعت التهاب الوزن يبقى موضوع شد الوزن دوت اعراض كتير قوية بتعمله امراض كتير بتعمله حاجات عادية كتير بتعمله لازم نفحص طفل كويس ونعرف سبب شد الوزن دوت ايه ونبدأ نعالجه زي ما انتفقنا لو شمع تجع بيش فيه اهم حاجة تاني عشان الموضوع دوت بيعمل مشاكل كتير انا بيجي لأطفال متعورة بسبب الموضوع دوت تاني حاجة فيه هدف الوزن كده بتضرد الشمع انا لما بقعد ادخل السلاخة بتاعت الوزن ديت انا ببوز الدنيا ديت فبخلي الشمع يبدأ يتكون عند الطفل بزيادة بسد ودانه وبخلي الشمع عنده يتكون بزيادة فدي بتبقى حاجة مؤزية جدا للطفل فما ينفعش ان انا استخدمها مع الطفل خالص شمع كتير نضافي من بره شمع كتير بقى بحاجة مزعجة ان هو بيبدأ يطرد سويل كده بره او حاجات ناشفة او حاجات محجرة حاجات كتير بره لأزن روح يا ستي الدكتور هيكتب له اطارات او علاج معين يساعد ان الشمع ده يسيح ويبدأ يتصرف مفيش فيه مشكلة لكن حتة ان احنا نمسك السلاخة بتاعت الودان ونستخدمها مفيش فده موضوع الشمع لو قلنا فيه مثلا ان التهاب فطري وراء الازن ولا حاجة حفظ ان الحتة دي تبقى ناشفة باستمرار يعني ساعات احنا بنحمي الطفل دي تانية جل لو مناشفناش المنطقة دي كويس مرة وراء مرة بتبدأ تعمل فطريات وتلاقي حاجات بيضة كده وراء الازن دي برضه من الحاجات اللي بتبقى عاملة ازعاج للطفل وتخليه شد في ودانه كتير بصي وراء ودانه شوفي لو لقيت فيه التهابات ولا حاجة اسألي الدكتور بتاعك يجيب له او يكتب له علاج للتهاب الفطريات اللي بيبقى موجودة وراء دي بصي على ودن الولد من براء شوفي مثلا في حاجة ارصاها فيه نموسة فيه مكان ارصى فيه التهابات كده في الجلد من براء اعرف ان شد القدل من دوت بيبقى نتيجة للتهابات الموجودة براء فبرضه بنسأل الدكتور ان هو يكتب لنا علاج للحاجات الموجودة برضو بصي في فروة الرأس بتاعت الطفل لقيت فيه فطريات لقيت فيه حاجات بيضة لقيت فيه حاجات عاملة اشرة كده او حاجة عالية او لقينا حشرات او حاجة زي كده بنبدأ ندور ازاي نعالج الحاجات ديت علشان نعالجها ونخلص الطفل من الازعاج دوت لقيت الحاجات ديت كلها كويسة والدكتور بص على ودانه ولا ان الازم مفيش فيها التهاب مفيش فيها اي حاجة اعرف ان ابنك بيعمل الموضوع دوت عادة انه موضوع بالنسبة له ده مفيش فيه ازعاج فترة التسنين شوكي فترة التسنين مش لازم تكون حاجة بتطلع في التوقيت دوت ممكن تكون النبتة بتاعت السنان بتتكون جوه فدي من الحاجات اللي بتخلي الطفل يقعد يشد في ودانه كتير ندور كويس على موضوع الازباب بتاعت التهاب او شد الأزن مش كل مرة نبدأ نقول الطفل ده عنده التهاب ونبدأ فيهم هكت كتير بتجرب سرعة تروحتهم جايبهم ضد حيوي تجيب نقطة تتحط في الأزن على فكرة نقطة الأزن ديت فيه انواع منها من الانواع الخطيرة جدا اللي ممكن تسبب أزا كبير للطابلة بتاعت الأزن فموضوع نقطة الأزن ده منستسلهوش مش كل شوية نجري على الصيدلية ونطلب نقطة الأزن ونبدأ نحطها للطفل بدون وعي حاجات كتير يا جماعة احنا بنتصرف بها عشان بنبقى حاسين ان احنا ممكن نخدم ابننا او نريح ابننا وفي الآخر احنا بنسبب له ضرر بالموضوع دوت موضوع سلكت الودان تالت بلاش منها موضوع نقطة تاعت الأزن ما نستسلهاش ما نقولش ان الطفل اللي عمال بيعيط ونقوم جايبين لهم ضد حيوي ومدينهوله على اساس ان هو عنده لتغفل الأزن ويطلع الموضوع دوت بسبب حاجة تانية خالص يا جماعة الأسباب بتبقى كتير ندور عليها ونشوف سببها ايه ونعالجه والموضوع بسيط وشد الأزن يا جماعة دي تقريبا من معظم الحاجات اللي بتسببها في الأطفال الصغارين تنسوش بقى تعملولنا تاني لايك ومشاركة للفيديو تفعلولنا الجرس تشتركولنا في القناة وتنزلوا ببصوا بصة في الوصفة تحت تشوفوا الرابط بتاع الموقع الالكتروني التعليقات ده تخشوا عليه ولو احتاجتوا اي حاجة سبقا في التعليقات وانا حاول ارد عليكم قدر الامكان سواء ان كان حاجة تخص الفيديو او حاجة برا الفيديو شكرا